الانتخابات الأوروبية تأخذ طبعا خاصة هذه المرة مع البريكزيت من جهة وطموح اليمين والشعبويين في تحقيق مكاسب من جهتين أخرى الانتخابات انطلقت اليوم في بريطانيا وهولندا لمتابعة هذا الموضوع الانتخابات الأوروبية بدأت اليوم وتستمر حتى الأحد هذه الانتخابات تحصل في الدول الثمانية والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويصوت أكثر من أربعمائة مليون ناخب لاختيار سبعمائة وواحد وخمسين نائبا أوروبيا لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه الانتخابات التي بدأت اليوم وتستمر لعدة أيام في باقية دول الاتحاد معنا في من لندن مرسلنا جياب أبو صفية جياب مساء الخير كيف هي الأجواء على الأقل في بريطانيا حيث أنت هذه الانتخابات حاسمة هناك معشرات على أن اليمين قد يحقق مكاسب واضحة فيها كيف هي الأجواء فيما يتعلق بالبريطانيين ولا شك أن أجواء البريكزيت تخيم أيضا على هذه الانتخابات نعم مهند وأيضا الفوضى السياسية التي تعيشها بريطانيا تؤثر بشكل مباشر على هذه الانتخابات فوضى المشاركة بشكل متأخر في انتخابات الاختيار أعضاء وممثلين بريطانيا في البرلمان الأوروبي يؤثر بشكل واضح على المواطنين الأوروبيين الذين يحق لهم التصويت من داخل بريطانيا حيث تم إعادتهم إلى منازلهم دون السماح لهم بالتصويت المتحدث باسم الحكومة البريطانية قال أنه لا يتحمل هذه المسئولية خصوصا أن من يشرف على عملية الانتخابات هي هيئة انتخابية أو هيئة مستقلة التي تشرف على هذه الانتخابات متحدثة باسم هيئة الانتخابات والتي تشرف على هذه الانتخابات قال أن الوقت القصير الذي قررت فيه الحكومة المشاركة في هذه الانتخابات وطبعا كما تعلمون بسبب فشل تمرير اتفاق بريكزيت الذي حاولت الحكومة قدر الإمكان تمرير هذا الاتفاق لتجنيب مشاركة بريطانيا في الانتخابات البرلمانية أدى إلى خلل في عدم وصول المعلومات الخاصة بالناخب الأوروب الذي يعيش في بريطانيا والمشاركة وحرمانه بالتالي من المشاركة في هذه الانتخابات أيضا مؤسسة ثلاثة ملايين وهي تعني التي يرمز هذا الرقم إلى ثلاثة ملايين مواطن أوروبي عبروا عن غضبهم الشديد بالإضافة إلى المطالبة بتحقيق في هذه العملية التي لم يتم التوصل أو على الأقل تمكين الناخب الأوروب الذي يعيش في بريطانيا ويحق له التصويت في بريطانيا لاختيار ممثلين من 12 دائرة انتخابية في بريطانيا لاختيار 73 عضو ممثل عن بريطانيا والمحافظات البريطانية في البرلمان الأوروبي أيضا حول إرهاصات هذه الانتخابات صعود كبير جدا يمكن أن يضع في المركز الأول حزب سياسي وحزب البريكزيت يقوده اليمين المتشدد صح التعبير بقيادة ناجل فراج والذي تم تأسيسه قبل ثمانية أسابيع فقط بدأ الحملة منذ خمسة أسابيع ونصف والآن يحصل على الرقم الأول لحسب استطلاعات الرأي وبذلك يهزم كبرى الأحزاب التقليدية في الجانب الآخر أحد الأحزاب القديمة وهو حزب عجوز كما انصح التعبير حزب الديمقراطيين الأحرار وهو المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أيضا هناك فرص له أن يكون متقدم بشكل كبير كرد فعل من الناخب البريطاني وغضب على الأحزاب الكبيرة خصوصا حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض أكبر تكتل معارضة والمتهمان في أن يكون هناك تلاعب في هذا الاتفاق وغير واضحين فيما يتعلق باتفاق بريكزيت وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شكرا جزيلا لك جياب أبو صفي مراسل سكاينيوز عربية كان معنا مباشرة من لندن الآن من باريس معنا الكاتب والباحث السياسي محمد كلش سيد محمد مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار أجواء مختلطة إذا جازت تعبير تخيم على أوروبا في بريطانيا تحديدا بسبب البريكزيت ولكن بشكل عام كيف هي الأجواء ما التوقعات فيما يتعلق بهذه الانتخابات وكيف هي فرص تقدم التيارات اليمينية والشعبوية هذه المرة كما هو متوقع يعني ممكن القول أن هذه الانتخابات تنشكل أو يمكن وصفها حتى هذا اليوم بأنها معركة اليمين المتطرف مع المعركة الحاسمة لليمين المتطرف إن كان ذلك داخل فرنسا على الصعيد الوطني الفرنسي أو على صعيد دول عدة داخل الاتحاد الأوروبي اليمين المتطرف يخد هذه المعركة بمعنويات كبيرة وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار نتائج الانتخابات البرلمانية في عدد من الدول الأوروبية بشكل خاص فرنسا وإيطاليا وهنغاريا والنمسا حيث اليمين المتطرف حقق تقدما كبيرا يمكن التنبؤ بإمكانية أن يحرز اليمين المتطرف مقاعد أكثر مما أحرزه في الانتخابات السابقة قبل خمس سنوات لهذا كانت الدعوة الشديدة من قبل الأطراف الأخرى المضادة لليمين المتطرف للدعوة إلى التصويت إلى الاقتراع واستطاعات الرأي تشير آخر استطاعات الرأي تشير إلى إمكانية أن يكون مستوى التصويت أو نسبة التصويت بحدود 46% عادة الانتخابات البرلمانية لا تحظى باهتمام كبير لدى المواطن الفرنسي العادي وكأن البرلمان الفرنسي الأوروبي في مكان آخر بعيد جدا عن ما يحصل داخل فرنسا بشكل عام لكن هذه المرة كون الحضور اليمين المتطرف هو حضور بهذا الزخم والرد عليه خلال الأيام الثلاثة تحديدا التي مضت بدأ الاهتمام أكبر ويتوقع أن تكون المشاركة أكبر لكنها لن تتخطى وفق الاستطلاعات لن تتخطى الخمسين بالمئة ستبقى تحت حدود الخمسين بالمئة كان هناك لقاء الأسبوع الماضي في ميلانو تسمح لي بس أقول صحيح نعم إذا أردنا أن نتحدث بلغة الأرقام البرلمان الإيطالي هو البرلمان الوحيد اليمين المتطرف فيه مسيطر نسبة اليمين المتطرف نواب اليمين المتطرف في البرلمان الإيطالي تتجاوزت الخمسين بالمئة 51% هذا يعطي نصف إذا قلنا نصف عدد النواب الأوروبيين الإيطاليين في البرلمان الأوروبي عددهم 73% إذا قلنا نصف العدد فقط لربما كان أكثر فيمكن أن يكون بحدود 36% تصور أنه من بلد واحد 36% في فرنسا حزب مارين لوبان أحرز 22% من أصل 74% نائب بالبرلمان الأوروبي ممكن أن يكون العدد 25% وكذلك الحال في النمسا وكذلك الحال في أنجاريا وممكن وفي بولونيا 25% اليمين المتطرف يعني ممكن أن يصل العدد إلى 170 نائب يمين متطرف على الأقل 170 على الأقل داخل البرلمان الأوروبي من أصل 751 الرقم كبير طبعا رقم كبير بالفعل أستاذ محمد وشاهدنا الأسبوع الماضي هذا اللقاء في ميلانو الذي جمع هذه الأحزاب وهذه التيارات اليمينية الشعبوية التوقعات بحسب مارين لوبان على الأقل بأن تحقق هذه التحالفات المركز الثالث ربما في هذه الانتخابات الآن هي في المركز ربما السابع أو الثامن هذا يعني تقدم كبير سيكون إذا كان بالفعل إذا صدقت هذه التوقعات دعنا نتحدث عن السيناريوهات في حال وصلت بالفعل هذه الأحزاب اليمينية والشعبوية إلى لنقل المركز الثالث في هذه الانتخابات ما الذي يعنيه ذلك عمليا على صعيد اتخاذ السياسات على المستوى الأوروبي يعني على المستوى الأوروبي طبيعة الحال هؤلاء يذهبون إلى البرلمان الأوروبي ليقولوا نريد أن نخرج أو الغالبية منهم نحن هنا لنقول بأننا نريد أن نخرج من الاتحاد الأوروبي نريد أن نعود إلى بلدنا فرنسا أو إلى بلدنا إيطاليا أو ما شابه لكن على الصعيد الداخلي طبعا سيعودون إلى همهم الرئيسي وهو موضوع الهجرة لكن فيما يخص الموضوع الثاني الرئيسي وهو موضوع التقشف موضوع انخفاض القيمة الشرائية هذا الأمر سيكون صعبا عليهم صعبا إحراز تقدم في هذا الخصوص موضوع الهجرة في الأساس باب الهجرة مغفل مسدود بشكل كبير داخل دول الاتحاد الأوروبي حاليا المسألة محلولة بالنسبة للهجرة لكن بالنسبة إلى القيمة الشرائية لا يكون سهلا الأمر والدليل أنه مع كل التظاهرات على سبيل المثال التحرك التحرك السطرات الصفراء في فرنسا منذ عدة أشهر إلى ما هناك اليمين المتطرف لم يقدم خلال كل هذه التحركات التي شارك فيها ودعمها وأحرز تقدما كبيرا بالنسبة إلى المؤيدي وهو يخوض هذه المعركة مع السطرات الصفراء لكنه لم يقدم مشروعا عمليا مقنعا بالنسبة إلى حل مسألة القيمة الشرائية رفع القيمة الشرائية للمواطن الفرنسي على سبيل المثال لربما إذا وصل اليمين المتطرف إلى السلطة أو أخذ مراسب أكثر لربما سيكون هناك عودة إلى الوراء سيكون هناك تراجع في شعبيته على عكس ما هو الوضع اليوم على الحالة التصعودية في كسبه للشعبية شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد كلش الكاتب والباحث السياسي كان معنا من باريس